وحيد الفرشيشي أستاذ القانون ونشط بجمعية تونسية للدفاع عن الحريات الفردية مرحبا بيك أهلا بيك سيلياس انتاج لتقرير هو تقرير جمهورية الفرد سنة أولى 18 أود 22 18 أود 23 حصيلة هزيلة وخطيرة بصيفة عامة شنو التقرير هذا يا سيوحيد هو تقرير دي تعرف اللي احنا كل مرة نجيوك بشنا نقدمو لك حصيلة العمل المتانة اللي الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تابع الشأن العام والشأن القانوني والحقوقي بصيفة أكيد تكون كل ثلاثة شهر عندنا تقرير وكل ثلاثة شهر تقرير نخصوه الحاجة التقرير هذي يمتع سبتمبر 2023 قلنا نعمل وجولة في عام من صدور دستور رئيس الجمهورية معقوب رئيس الجمهورية عمل استفتاءة 25 جولي 2022 ليه دستور جديد ليه دستور جديد ونهار 18 أود 2022 هبطت الدستور جديد دستور الرئيس هبطت فرائد الرسمي صحيح قلنا عام اللي هبطت الدستور ونشوفه ما الذي تحقق من عامل تادي مش لازم نقعد ونحكم على النواية ولا نحكم على الخطب السياسية يجي نحكم على ما تم اللي عاملو الرئيس معقول اخذينا هالدستور هذي وشفناه الكل منولو لاخرو بصفة منهجية يفهم الرئيس بالقديع عمناها انتبلو حطينا الفصول تعد دستور الكل وكل فصل شفناه في الوسط شنو اللي تطبق منو شنو اللي ما تطبقش منو واكثر من ذلك شنو الانتكاسات اللي حصلت على كل فصل مفصل للدستور الانتكاسات الانتهاكات حبينا نشوفوها الحوصل الهذية وذيك اللي يسميناه هزيلة حصيل الهذية من ناحية ومن ناحية اخرى خطيرة انتوما جزتوا معه هو فيه 18 صفحة خلصتوا فيه الى انه مع صدور الدستور الجديد كان متوقع ان تلتزم السلطات العمومية باحكامه نقول انتوما لكن ما لاحظناه وعدم الالتزام بالدستور من ناحية ومخالفة احكامه بصيغة فجة وصارخة في غياب الضمانات الاساسية لرقابة هذه المخالفات وردعها هذا فش يتمثل يا سي واحيد اعطيني امثل نبدأ بالمداء التزام صحب الدستور بدستوره باي اذا نذكره رو بالرغم سلس اللي احنا نحكيه عليه الدستور اما احنا رانا مناش مطبعين معاه اما معناه نبدأ واضحين اعتناءنا بدستور الرئيس لانه هذا النص هو النص الاعلى الان المفروض على التونسيين والتونسيات منها من نجموش نقوله وكانه غير موجود النص هذا لكن هذا لا يعني ان هذا الدستور هو الدستور الذي نطبعه معه نحن نعارضه بش نقعد من المعارضين له لانه دستور غير ديمقراطي وذلك اللي سميناه سنة من جمهورية الفرد هو دستور فردي لجمهورية فردية الحصيلة علش نخذه امثلة كما قلت سيدك نخذه مجموعات متع امثلة نبدأوا بالامثلة المتعلقة بالمؤسسات الدستور اللي حطه رئيس الجمهورية احدث عديد المؤسسات الدستورية احدث بردمان احدث مجلس جهات واقليم احدث مجالس قضائية عليا ثلاث مجالس قضائية عليا احدث ايضا مجلس اعلى للتربية والتعليم احدث ايضا هيئة وطنية للانتخابات احدث ايضا جماعات عمومية هذ من الكل نص عليهم الدستور بالمحصلة الآن نجيه بعد عام ونص زادة على محكمة الدستورية بعد عام شنلقاوه شنول يتحقق من هالمؤسسات الكل نلقاوه فقط فقط تم تكوين البرلمان التونسي 13 مارس بدأ يخدم على الروح لبقية لكل ما صار منه حد شي لمحكمة الدستورية لمجالس عليا للقضاء لمجلس جهات واقليم هذا كله ما صارش واكثر من ذلك ما نلقاوه حتى مشاريع نصوص تبين لنا بأنه ثم ايرادة وانخيرات فعلي من قبل النواب ولا من قبل رئيس الجمهورية لماذا يكمل هالبنية هذه هذا على المستوى فقط سيليس المؤسسات الآن على مستوى الحقوق اللي لاحظناه أن رئيس الجمهورية نفسه هو ينقلب على دستوره لو أنت عملته دستورك وعملته وحدك وانا جيتك عندي عامين التالي في سبتمبر كهاتر نخذ لك رأي الرئيس شاهد دستور قلت لك هكا بالعبارة هذه عمل دستوره عام بعد عملت دستوره بتاعه هي على الأقل التزم بدستورك نخذها مثل سيليس وانت في الدستور الرئيس يحكي على حرية التعبير وحرية الأعلام وحرية النفاذي للمعلومة بكل وضوح ويقولك أن الحرية هذه لا تخضع لأي رقابة مسبقة هذه نهار ثمونتاش قوت هبطت في الرئيس الرسمي ثمونتاش قوت 2022 يخي مش بعدها ببعض الأسابيع سبتمبر 2022 يهبطوا مرسومين مزلزلين المرسوم 54 والمرسوم 55 المرسوم 54 لتقريبا أمة محمد الكل تبحث على أساس المرسوم 54 يعني الذي ألجم الأفواح ومعاش يخلي الناس مش تعبر فقط لأنه الناس تتكلم هذه كم رحلة ثانية كما يقول الرئيس معاش يخليهم يفكروا ولا ثم صنصرة ذاتية باش ناس معاش تفكر باش معاش تخمم وأكثر من ذلك يخي انتي ما هبطت لكمش يعني بلاغ عن قرار عفوا على القطب القضائي يمنع التداول في قضية المتهمين بالتآمر على من الدولة وسمحني سيلياس قوس صغير وانا يعني ديوم كل تضامن معهم لأنه قضيتهم الآن معروضة في إمكانية التسريحهم وإخراجهم معناها بالحق ثم هذا الكل سيلياس جاء أن السلطة نفسها القائمة صاحبت الدستور تنقلب على دستورها هذو مثالين بسيطين يعني جانب بتبيع أن يخذوه باب الحقوق والحريات فصلا فصلا وانبينك سيلياس كيف أن هذه السلطة القائمة الآن تنقلب على دستورها في كل مجالته المدني والسياسي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتنموي هنا البيئي والتنموي زاد ايه مشكل الماء مش مشكل بيئي وتنموي مش عنا مشكل كبير في الماء يخي مش الدستور بيضو يقول لك الحق في الماء مضمون والدولة اللي هي تضمن ذلك بصفة متساوية وعادلة وين تضمن فيه بصفة متساوية وعادلة في الجهات اللي ما عندهم شماء مثل لهم شماء في القراء اللي بيش يهجروها ماليها خطر ما عندهم شماء والحق في البيئة اللي تقول عليها يقول عليه الدستور الرئيس الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وينترا فيه سواقس نموذجا عجارب نموذجا وينترا في تحقيق هذا الحق يوم العام تعليم مثلا وتونس لان انتلق الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التربية والتعليم شو اللي غالط فيها احنا فقط قلنا وين والمجلس عندك هو حلمك وانت رجل تعليم وتحب التعليم وتحب تنهض بالتعليم وخبيلة كنتسمع فيكم تحكيه على الميزانية المرسودة للبحث العلمي ومع ذلك تونس المرتباح ديش يعني اذا بمجهودات فردية فقط تنجم تعمل عليها يتغنى الموت بنيفو لا عنده حدود ومع ذلك هالمجلس اللي انت متشبث به وتحب وينه تعمل استشارة اللي يخايف سيديه اسم الحاجة واحدة انه نعم الاستشارة حول التعليم يشاركوا فيها بعض الاليف خاطر الاستشارة الوطنية اللي عملها الرئيس بين جون في مارس 2022 يشاركوا فيها 534 الف شخص ومع ذلك كانت نتيجة دستور جديد وحل البرلمان وحل المجلس الاعلى القضاء وحالة القضاء على الاعفاء هذي كله نتيجة من 534 الف شاركوا فنتخيلوا الان الكمشي شاركوا بعض الاليف كيفاش تنجم تكون التابعات بش نحاكي شوية اللي موجود في التقرير حول مثلا العنوان الاول سنة غياب المؤسسات كيفاش غياب المؤسسات؟ لا وجود الا المؤسسة الرئاسة اولا وفرع منها اسمه مجلس نواب الشعب متفرع عليه الجميع في مجلس نواب الشعب لا يتحدث الا وكأنه ينطق باسم رئيس الجمهورية او برغبات رئيس الجمهورية انت كتسمع رئيس مجلس النواب يتحدث او النواب يتحدث بالنسبة لهم كل ما يقوم به رئيس الجمهورية هو منزه اكثر من ذلك مقدس ناتيك ام ثلاب سيتا اخي مشاريع القوانين التي عرضت على مجلس نواب الشعب خدم فترة قصيرة باش من نظلموهش خدم لمدة خمسة اشهر من مارس الى جويليا ليفات موكو اللي ثلاثة اش مارس يخدم ثمانية وعشرين جويليا صادق على اخر وافق على اخر نص المشاريع اللي ينظر فيها الكل ذات الاولوية هي مشاريع رئيس الجمهورية كل رئيس الجمهورية عرض عليه حداش النص وهذا مطابق للدستور لا لا بتبيعه هذا بالعكس نحن لا يمكن الا انه ثمن ذلك هم يطبقوا ويحترموا في الدستور لكن ناخذ تولى ما وراء ذلك هل يعقل يا سيليس فضل ان يعرض نص على مجلس نواب الشعب يعني يتسجل في امام المكتب في التاسعة صباحا وتصادق عليه الجلسة العامة مساء ظهرا في نفس اليوم تحكي على القرض نحكي على ثلاثة نصوص كاملة تمت المصادقة عليهم فرد نهار وثلاثة نصوص أخرين تمت المصادقة عليهم 24 ساعة بعد تودع اليوم يتم المصادقة غدوعة شو معناها بكل بساطة بش نبدو واضحين رأوا مجلس نواب الشعب هو المكان اللي فيه النقاش المكان الذي تناقش فيه السياسة العامة تناقش فيه الاقتراحات تناقش فيه التوجهات العامة احنا ما قلنا لهم شو رفضوها اما ناقشوها كانت عندنا مناسبة كبيرة يهون احنا على التسعة النصوص عنا ستة منهم حول القرص على قل تناقشو مع الحكومة التونسية وحسن فرشي بربي خلينا نتفعل معك في الموضوع هذا خطر لإيجابتهم أليتوت فاتوا تجي لهنا وتقولك احنا تعرف كيفاش احنا رانا تخنى وتخنى ممخر وكي تخنى ممخر تونس وقتا عندها عندها مشاكل اقتصادية عويس وكان من المفروض أنه نحلح له احنا الامور رابيد ما وجاونا للتكست بتوصية سيبونا مانا ذو ما رام يستنىوا عندهم أشهر وكانت البابورات تستنى في الأغاد وسيب بربي الفلوس خلي النجم ونصرحوا شوية الامور لكي تقولك احنا واجبنا الوطني كان أنه لا نتداول طويلا في هذا الموضوع ونسيبوه الفلوس هي الله يبيرك هاك جاء الفلوس مثلا ماش كان ذاكا سيريس والنصوص الأخرى اللي ما عندهاش عليقة بالقروض ناخذ ناصل متعلق بالوكال الوطنية للدواء شوف النقاش كيف تم شوف الاقتراحات اللي قدموها سيد النواب حتى الاقتراحات اللي قدموها النواب داخل اللجنة متقبلهاش الجلسة العامة أنا اللي حبيت نقولك سيريس وكأن هذه النصوص هي نصوص مقدسة لا نتناقشوا فيها لا نعلقوا عليها لا ننقدوها لا نبدلوها وهذا الاشكال اللي كبير وحكا نيضان ديسفونكسولمان تتال حكا كتخلنا في مزايد واختص مع رئيس مجلس النواب نفسه يدفع على عدم خضوع الدولة لتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية راو كارثة كبيرة ننتبه راو راو ميش وجهة نظر راو إذا انتي تحكي في دستورك وحنا نرخيه لنقلاب على الدستور الدستور يحكي على دولة القانون الرئيس يوميا يقول وجوب تطبيق القانون على الكيفة الكيفة نهو منهم بشنا نعرف الكيفة يبدو من كارتاجوا في القصبة ولا يبدو من كارتاجوا في باردوين الكيفة لهذه الكيفة بالمعنى البسيط الناس الكل فيتبق على الجميع تصدر قرار على المحكمة الإدارية تتبقوا ثم عن مجال آخر باش تطعن فيه وما إلى ذلك نواصل معاك سيديا سيخي انتي وقت لعندك الدستور بيدو متعرس الرئيس يقولك وثم الحق في المحاكمة العادلة وكل شخص ما توقفه عند إيقافه تقرار حقوقه تقوله التهم المنسوبة إليه خليني من حقوقه يا سيد وش لازم على قل قل يعطيني الناس اللي يومها منهم موقفين ما أقوله باش نعرفه على الأقل هذا روهام جدا لأنه ما نتمنيوش أنه ما يسري على الناس اليوم يسري عليهم في المستقبل روه النصوص الظالمة تسري على الظالمين والمظلومين وتسري على الظالمين أيضا ننتبه لهذا يا سيدياس سنة من غياب المؤسسات أوكي سنة من غياب النصوص القانونية الكبرى أكيد لأنه كنا نتمنيو شوف سيدياس كيفش كنا ننقضوهم المجلسين السابقين ثلاثة حتى يعني مجلس تأسيسي لأنه لعب دوره كمجلس تشريعي مجلس 14-19 ومجلس 19-21 شنو اللي كنا ننقضو فيهم ولليوم هاوكا يكتويوا بنار كانوا نجموا رو طفاوها هما النصوص اللي هي قاعدة تتطبق على الناس لكل اليوم وتتطبق عليهم يخي مش النصوص الموروثة يخي مش المجلة الجزائية دون كنا سيديك الخدمة على رويحة راولي بيس طبعا راولي بيس دون لصنصلي على قل حقوق وخريات مكفولة وعلى قل فمكارة ما في التعامل أكيد انتي تخلي مجلة جزائية كي من نوع ذلك تخلي مجلة العقوبات العسكرية محكمة دستورية محكمة دستورية لما تعمل شيخ في نهاية الأمر النصوص الكبرى كنا نتمنى وعطيني اقتراح الآن مقدم قدام مجلس نواب الشعب إما بممادرة من النواب أو بمشروع من رئيس الجمهورية حول المحكمة دستورية هذا بنا نشوفه خاصة أنه الآن أصبحت بسيطة تكوينتها بسيطة الرئيس قليكيزيني ما كانت تكوينها المتشعبة هانه ثلاثة قوضات من العدلي ثلاثة قوضات من الإداري ثلاثة قوضات من المالي يسوات هيا زربونا خنشوفوها المحكمة فيش تختم الآن في علاقة بالحقوق والحريات فما مقولة قوية جيفي كل مرة وهي هاكم تتكلم هاكم قاعدين تتكلم 54 يكتوي به من يخرج عن الحدود لهنا وضعية الحقوق والحريات شو نرايك إحنا ما قلنا حصيلة هزيلة خاطر ما تطبق شيء وخطيرة خطيرة طبعا سيدياس شوف طبعا أنت الرجل اللي يشتغل في الإعلام قداش عندك هذه ما لاحظتش أنه ناس ما عاش يحب ويبرزوا في الإعلام ويتكلم لاحظت ما لاحظتش أنه الأقلام اللي كانت تكتب نقصة برشا ما لاحظتش أنه وجوه سياسية كانت تتمارس في السياسة وبعدت وختفت بني لو نهار هذا ما هيش مؤشرات معنى للملاحظة البسيط عليش سيدياس لأنه راهو إشاعة جو الخوف والترهيب أهم من أنك تمارس راهو الضغوطات المباشرة على الناس ياخي وقتينش هي تستتب الدكتاتوريات سيدياس وقت لناس تولي تعمل لوتو سنسور وقت كل حد يوالي يعمل السنسورة الذاتية لأنه من تلقاء نفسه ما عادش يعبر وإحنا ماشين لها بشوية بشوية وسترون ذلك يعني الآن الناس تبعت قاعدة تبعت ما عاش تحب تمارس الشأن العام لا عن المستوى السياسي لا عن المستوى المجتمع المدني وانتي هكترا في التهديدات أه سنوهاجم المجتمع المدني هانا بش نسكروا عليه السبالة شنوه هذا ياعمني لماذا؟ لويش الخطاب هذا؟ لويش انتي حال الصيفة يعني انتي عندك صلاحية دستورية عليش تخفي صلاحية غيرك يخي من مهام رئيس الجمهورية يدور من مؤسسة مؤسسة يخوف فيهم يخي من مهام رئيس الجمهورية يحضر الدوسيات في دار ويهزهم معاه لكن المقاربة الأخرى تقول واحد فرشيشي أنه لا يخوف لحد شيء هو دور رقابي لرئيس الجمهورية يدور يزاول في نظرته هو لسلطة التنفيذية وصلت تنفيذية على حد تقديره حاضرة في جميع المجالات وتمشي وين تحب وتكلم اللي تحب وتمشي وين تحب هي وحجم الفساد قوي إلى درجة أنه رئيس الجمهورية يجب أن يحب أن تبثي قلمتها وهو الكل ويخلع المعامل في الليل بيش يشوف فيها حديد ويخلع الدبوية بيشوف فيها بطاطا ويش بطاطا هذا دور رئيس الجمهورية بيش نفهم هنا فقط من يتوحطه في الدستور يمكن لرئيس الرئيس الجمهورية أن تنقل أن ما شاءت وأن تذهب إلى أي مكان في أي وقت روث ما دور اسمه النيابة العمومية يجب أن نتبهوا شوية في نهاية الأمر ضبط عادلية نيابة عمومية نرجع للي قالوا نهار 25 جولة في الليل عندما أقر لنفسي بصلاحية رئيسة النيابة العمومية كنت تذكروا يوم بعد الراجعة ومتراجعة فيها بعد 40 ساعة لكنه عادة إليه نعيش فيها اليوم الدور اللي يخدم فيه رئيس الجمهورية سويا في مجالس الوزراء أو بالتنقلات يعني هو يخدم في دور يقصد ضبط العادلية ضبط العادلية بكاملة يعني هذا نتبهوله شوية هو يرد باله في هذا على خطر يمشي لبيانا مثلا يمد دوسيات لكن بطبيعة الحال ما يتعداش إلى درجة خطر من بعد فمس كون يقول من نصري الرئيس اشتحبوه يعمل يا أخي إذا كان يأخذ قرار طيوالي دكتاتور هاوكا هو يحيل الدوسيات ويعمل أن دونر داليرت يعني هوا أي ومبعاد يعاية التحليل المالية يعاية مؤسسات قلهم قموا بدوركم أكيد وهو يعني محتاج إلى كل هذي المشهدية ماهو يزمنا زادا نكون واضحين فلنحتاج إلى هذي المشهدية معنيها ست ميزان سان معنيش محتاجين الحاجة الأولى والحاجة الثانية سيلياس لرئيس الجمهورية الصلاحية القانونية التامة بموجب دستوره ونصوصه القانونية يشتغل بالطريقة القانونية الواضحة مؤسسات أكثر من ذلك يخي موش هو قاعد ينتهك في قارينة البراءة يخي انتي كتخرج كل مرة ونشاهر تقولوه عندما تقولوه انتي هيك الحياة الخاصة وحامة المسكن وسرية المرسلات انتي هيك ضمنة الإيقاف والاحتفاظ انتي هيك قارينة البراءة ضرب حرية التنقل والصفر ضرب حرية الفكر والتعبير والإعلام والنشر انتي هيك حرية الاجتماع والتظاهر السلميين ضرب الحق في الإعلام ونفذ إلى المعلومة ضرب الحقوق النقابية باستثمات وضرب المالتين والخيانات حتسبنا وانتي تعرف اللي تمنع الصحفيين مش يدخلونا 13 مارس لمجلس نووي بالشعب مش نمنحهم الوصول للمعلومة تصلوا كل يوم الطول واليوم أنتم تصلوا بالسهولة المعلومات اللي تحبوا عليه فقط مثير احسنت حتى لأنهم حياة الخاصة طول الناس الخامسة والسيطة ملايش بدون احترام الإجراءات القانونية بدون ضبطة عادلية وقانون الرهاب شنو يتسمى هذيك ولو يعني عنا احترام ايضا رو مجموعة من الاجراءات موجودة ايه نص عليها نصوص القانونية روحنا في نهاية الانس اجراءات مش مهمة الاجراءات تتعطل المسأل القضائي وتم استعمالها كذريع بدلوها ما اللي عملنا نص قانونية احترم على الاجراءات اللي تحب عليها سيدك من اياها الكوغاجة داي وبدلوا نصوص القانونية متاعكم كنتي تحب تبدله وانتي تؤمن بالقانون رو القانون مش اي قانون سليسي بان يكون قانون عادل رو ذهل يحنا عنا مشكل صغير هنا واحد فرشيشي اوكي وين غلطين احنا توه احنا احنا تونس اليوم وين غلطين شنو الغلط اللي احنا فيه وين مؤسستيا ولا سياسيا ولا يتحب انتي اليوم وقتل المجتمع المدني يتحركها كبالقول تقرير جمهورية الجمهورية الفرد سنة اولى حصيلة هزيلة وخطيرة احنا وين كسكي سباس المهجة العامة خيارات اليوم رو احنا حتى كصحفي احنا شوفوا شوي خيران لي كومنتير السب بش يكون بطريقة اليوم مش تكون بهي اليوم مش نخلطوا اللي ركر البهين نخلطوا لهم ساعة وين الغلط مهجة عامة قاعدة تقول بهي سلافاند لاركرياسيون قوة الدولة اللي صار انفيلات والانفيلات هزا لازم يقف واليوم يهبطي نعم بثي قلمتاع وشوف وشوف تمشي لامور شوف سليس انتي كنت في مصار كان يحاول انه يبني مصار ديمقراطي انتي جيت عملته جيت ضربته كسرته كسرته على سيس انه كنا مصار خاته ولكل مستيرش شو يزمك تبني بيش تبدل مصار خاته بادي الخير منه برشا ويكون مثالي اول شي يكون يطمئنه يطمن يطمئن خاطر هو اشيعة جو الترهيب والتخويف منجمش يعطيك الا انه الناس تهرب تفر نزيف كبير برشا في الشبيبة لهاربة وارقام خيالية في الحارقين والحارقات اذا ننسيها شوية شو يعطيك بالمقابل حوكمة منحبش نطلق حكم حوكمة اقتصادية واجتماعية تقارب السفر بش نقولوش تحتها يعطيك حقوق اقتصادية واجتماعية مضروبة في العمق غياب الموارد اللي انتي بشتعيش بها يعني انتي بولينا نعيشه جغل جوخ ثم حتى اذا انتقدنا ذلك نصبحه من المشككين يعني لايش موجود يعني مناش محتاجين انه نعلقوا على ذلك مناش محتاجين نحن نعيشوا فيه في وسطه على مستوى الحقوق والحريات على مستوى رحيت فرشيشي فهمني فهمني خطر انا يهمني ياسر رايك يهمني ياسر ياسر رايك الفكرة الاساسية هي ما يخاف كان اللي عنده دي كسرول ما يخاف كان اللي عنده ما يخبي شوف سيليس ديكتاتوريات ما تفرقش وتوين ساعة عاشت ممشي جدد درا مناشي جدد في المجال دي احنا ما نعرفوش الحرية وما نعرفوش الديمقراطية اما نعرفو الدكتاتورية ونعرفو الاستبداد وهذا هو احنا عشنا في تيغين حاجة اسم حرية نحنا ما نعرفوش الحرية وما نعرفوش الديمقراطية حبينا مرة من المرات من انتلاقة من 2011 نعيشوها شوية لكن احنا ما نعرفوهاش نعرفو الدكتاتورية وكيف تشتغل ونعرفو الاستبداد وكيف يشتغل راهو الاستبداد سنغمال في البداية يبدأ يضرب في الليفيف ولا المواطن يتنجم تجيب التعاطف الشعبي والتعاطف العام لكن ما يكتفيش بذلك الاستبداد والديكتاتورية تبتتضرب بالقطاع بالقطاع إلى حين تبتتضرب بالناس الكل وبطريقة عشوائية ولي عشناه يا أخي ما عشناهش أخي ما يقبل العامين اللي اللي نتعبن عليه العامين 87-89 كان ثم ينفراج صغير ثم بدأت تتسكر بشوية بشوية ثم أولينا نعاقبوا أي شخص يعني مش بالضرورة نعاقبوا شخص عمل نعاقبوا أي شخص فقط مش نعشيو المثال هنا قاعد نحكي مع الحقوق لكن زادة نحكي مع أستاذ القانون وفي نفس الوقت مع المراقب للشأن العام ونعرف اللي كلمتك تقولها الفكرة زادة هي أن الناس استغلت عشرة سنين بوفور سلطة باش تبني منظومة فاست الفساد هدايا ما بين الحزام ما بين الإعلام ما بين تريبتيك ومثلث ولا لي هو ولا غيره مربع ساعات دئيري ساعات حلزوني سبيرال حلزوني لكن اللي أتعس من هذا الكل هو أنه وصلت الفكرة أن الحرية والديمقراطية هما فوضى هل الحرية والديمقراطية فوضى؟ هذي كل هشتوانسي حبوا يحرقوا للدول الحرة والديمقراطية كان جاءوا فوضى ما نظنش كان ناس تحرق للدول المتخلفة ولا لدول تظهر بالحرية والديمقراطية كلهم يحلموا باش يهاجروا إلى الدول الحرة والديمقراطية ولا ليميت ليبرالية سمحني يسألهم قولهم لماذا تحرقوا لغادي وما تحرقوا لغادي عيشة أفضل صحة عيشة أفضل ليس فقط اقتصاديا أنت وقت اللي ترى الأطباء والمهندسين اللي هم يخدموا اللي رحمة في تونس راو يهاجروا مش فقط خادر يحبوا يحسنوا الدخل اللي راو يحبوا يعيشوا أيضا في إطار مرتاحين فيه ما معنى هو شخص يعيش في إطار مرتاح أنه شخص يكون محترم كرامته مصانا مش شخص يتهن مش شخص يتمس مش شخص يعيش في الترهيب ولا الخوف رو هذا الكل عمده قيمته شما نتقولي الحرية والديمقراطية ملا بيش تبنيت الأمم المتحضرة منظنش كان ثم أمم متحضرة برشة تبنيت بدون حرية والديمقراطية أكيد أعطاه السوم ودفعه على تسخيل عشر سنين في عمر الشعوب حاجة كبيرة هي شعوب الأخرى قد يش أعطات من حياتها بيش ولد ديمقراطية واضح لكن مش هدو صحيح واصلوا وقت اللي ضربت الدول المتحرة والمتقدمة في الحرب العالمية الثانية بالفاشية والنازية الناس اللي تنسروا وقت اللي عودة تراجعت بعد الحرب العالمية الثانية عودة تراجعت للمودي المتاح عودة تراجعت للحرية والديمقراطية أحنا لشنو بش نرجعوا وإحنا عاركة الحريات في الولايات المتحدة في السبعينات ولا في السلطينات كانت صعيبة سيلياس عاركة الحريات والنظام تقعد متواصلة إلى أبد الأي بيدين نحبه على الحرايات احنا انا نتخيل النس تحبه على الحرايات خاطرك يتشوف الشبيبة شنو يحكي فش يحبوه وش ناعرفه من الهوية اللي رأها هو برك هو رو مش نحكيه لشخص يره شخص متحدث يقولنا لها عنها مش نعرفوا شنوala الهوية هذي لنا متعدين منو ل الدنيا مش من المفروض الدستور يفصل هذا الكل ويعطينا الأشاخت هو سيقيس سعيدة وقال لك أنت عربي فقط حتى الإسلام طيره من الفصل الأول وهكو اللي مولينا دولة نظامها الجمهورية لغتها العربية مستقلة حرة مستقلة العربية لغتها والجمهورية نظامها هذا واضح فقط عندنا اللغة العربية يمكن كان يحب عندنا شوية زادة الهوية العربية الإسلامية مع الانفتاح هذا الكل يكوننا وعليش نكتفيه وإحنا نسكروها الهوية من وقت لا يسمى هوية مسكرة يخي نأخذ مثل البسيط يكون كان يبعث بنته تقرة في سنوات الثلاثين من القرن العشرين يدروا عليه العمامه وخويله يكلوا وجه وكما يبعث بنته وكما يبعث بنته هو لي يكلوا الوجه يقول كفيش تبعث بنتك القرأ نحن نتخيل الاشي قاعد يطور ماذا الناس طورت برشا على هذا ماذا ماش نرجعوا للمهاترات متاع لي تنتقص منا رجعنا لتالي يزي منا راجعين وكاعتقد على مستوى الحرية أنا كراج شبيبة كيفاش تحب تعيش كيفاش تحب الحرية شبيبة جمهورية الفرد سنة أولى 18-23 حصيلة هزيلة وخطيرة اللي بهي من عند لدليلة هنا هو أن المقاربة كانت مقاربة أمبيريك تجريب خذينة بالميدان هاوش يقول الفصل هاوش تعمل هاوش يقول الفصل هاوش تعمل دونك شو قولك صحفيا مناجم نقول حد شي لكن سياسيا على برشا ما نقول ولازمنا نقعد نقول ونقعد نتناقش الحمد للعلينا نتناقش سنة أغمال سيلي سينا جوبونس اللي نتمنى زيدا لكل أصدقاء والصديقات كل الناس كل أنه هاك اللي ربحناه من مساحة الحرية التعبير يواصل ويحافظ عليها خطر هي اللي قاعدة مهدة الآن يعني كثم حاجة تهدد من 25 جويلة اليوم هو الصرحة ذاك تعانيه الناس تعبر وهذاك بشوية بشوية مش ينقص وهذاك اللي احنا خايفين عليه خاصة إذا تم ضرب بالمجتمع المدني في الصميم والتضييق على الجمعيات وقتا بش نعيشه أيضا فترة بش تكون أحلك من اللي احنا فيها تواقع وذلك يعنيش احنا ندفع عليه يومين بلي النجم وقدم النجم ترجمة نانسي قنقر